بداية بشاني طرموية احتج عشرات وتلاميذ رفقة أوليائهم أمام مقر ثانوية حال مرزوق الجديدة ببلدية سيدي بو بكر بوليدة سعيدة مناددين على حرمانهم من الإطعام ضمن صيغة النسف الداخلي كونهما يقطعون مسافات بعيدة للالتحاق بمقاعد الدرسة التغطية لمحمد عمراني ثانوية جديدة بصع ما فيها ولو ما فيها لامطعام لولو المطعم نطالبو بي كاين بصحة مطعام كاين بصع ماش محلول وكي تهدر الله عليها وليه 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 وقال لك سكت ولا رعش طالبو سلوطات المدير يفتحون المطعم خشامة وفرخاصة غل فتح بها فقط ونطالبو المدير يغضي هدرنا معنا بدريا دينا غي الكار غي كاسدين غي قاسدين عاش باش نفضروا مدير ثانوية من جهته أكد أن المطعم بالثانوية غير مجهز لا من ناحية الكهرباء ولا من ناحية طاقم العمال نحن في الثانوية لدينا مطعم لكن مطعم غير جاهز لا من ناحية الغاز والكهرباء